اشتركوا في القناة وقف دائم لإطلاق النار مطالب حماس لاتفاق هدنة من 135 يوم الرئاسة الفلسطينية تشيد بموقف السعودية الداعم لشعبها وحقوقه بعد مطالبة الخارجية باعتراف دولي بدولة فلسطين الدفاع البريطانية تستبدل مدمرة في البحر الأحمر بعد هجوم حوثي وتؤكد التزامها بحماية الملح أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث نبدأها من هذه الجلسة المطولة التي بحث فيها وزير الخارجية الأبريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بحث صفقة التبادل والتهدئة في غزة وذلك خلال زيارته لتل أبيب في إطار جولاته في المنطقة وإلى جانب مستقبل غزة والاعتراف بدولة فلسطين شكل رد حركة حماس على اتفاق الإطار حول صفقة التبادل الأسرة ووقف إطلاق النار في غزة شكل ملفا رئيسا ضمن الزيارة الحالية للمسؤول الأمريكي الذي من المقرر أن يزور أيضا رمالة هذا وكانت حركة حماس قدمت ردها على اتفاق الإطار لوقف إطلاق النار في غزة بمقترح هدنة لمائة وخمسة وثلاثين يوم على ثلاث مراحل وبحسب الرد تقترح حركة حماس مرحلة أولية مدتها تصل إلى خمسة وأربعين يوم لتبادل الأسرة والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات كما تقترح حماس إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العملية العسكرية واستعادة الهدوء التام وجاء في رد الحركة أن المرحلة الثانية التي اقترحتها حماس يتم فيها إطلاق صراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة كما اقترحت مسودة وثيقة حماس اقترحت مرحلة ثالثة مدتها تصل إلى خمسة وأربعين يوم يتم فيها تبادل الرفات والجثث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في هذه الأثناء دعا نتنياهو القيادتين السياسية والعسكرية إلى اتماع لمناقشة رد حماس خلال الساعات القادمة مسؤول إسرائيلي قال إن بعض طلبات حماس في ردها على اتفاق الإطار لا يمكن تلبيتها وذكر المسؤول الإسرائيلي بحسب القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن هناك نقاطا كثيرة في رد حماس سترفض ولن تمررها إسرائيل مضيفا أن الجدل الحالي يدور حول ما إذا كان سيتم رفض المطالب بشكل قاطع أو الدخول في مفاوضات لتخفيفها نبدأ في التواصل مع مرسلين على الأرض من رفح جنوب القطاع الصحفية خولة الخالدي خولة أهلا بيكي نبدأ بالوضع الميداني والغارات وإلى أي حد يمكن أن يتحول ذلك إلى هجوم بر كبير إلى رفح فعليا هناك عدد كبير من الغارات الإسرائيلية التي شنت في الساعات الأخيرة على مناطق جنوب قطاع غزة أبرزها محافظة خانيونس والتي تشهد تصعيد واضح من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي معززا بالمدفعيات والتي تمركزت قذائفها في محيط مجمع ناصر الطبي بطبيعة الحال إضافة أيضا أنه منذ قليل تحدث الشهود عيان عن وجود قناصة تمركزت فيه عدد من العمارات السكنية المرتفعة وتقوم بإطلاق النار بشكل مستمر ارتجاه كل من يتحرك في تلك المنطقة وتحديدا وسط محافظة خانيونس وابي في محيط مجمع ناصر الطبي وصلت ست إصابات حتى هذه اللحظة إضافة على عدد من الضحايا كانت كلها نتيجة لعمليات القنص إحداها كانت لطفر لم يتجاوز الأحد عشر عاما حتى هذه اللحظة هو مجهول الهوية وصل إلى مجمع ناصر الطبي إضافة أيضا إلى الاشتباكات التي مزالت مستمرة في المحاور الغربية والوسطى من هذه المحافظة هناك تخوف حقيقة من إمكانية أن يكون هناك عملية برية في محافظة رفح ولكن يعول حقيقة على المفاوضات الجارية بكثافة في الساعات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة وعلى الردود الإيجابية التي أوصلتها الفصائل الفلسطينية إلى الوسطى فيما يتعلق بورقة الاتفاق التي أجريت أو أبرمت في باريس تحديدا وينتظر أن يكون هناك رد إيجابي واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية هناك عدد من التسريبات تحديدا قناة كان الإسرائيلية تحدثت عن إمكانية موافقة مبدئية من قبل نتانياهو على هذا الأمر ولكن حتى هذه اللحظة لا وسائل إعلامية أخرى أو تأكيدات من الحكومة الإسرائيلية على رد رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على هذه الورقة وبالتالي الغارات الإسرائيلية التي شنت في محافظة رفح تثير قلق الفلسطينيين في هذه المناطق بطبيعة الحال حركة دخول المساعدات ومتابعتها من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية نعم فعليا هي تدخل بشكل مستمر ويومي تقريبا إلى هذه المناطق ولكن بمعاناة واضحة تحديدا من معبر كرم أبو سالم فقط ما يدخل بشكل مستمر ومتواتر هي منطقة معبر رفح البري وبطبيعة الحال هي أعداد قليلة جدا بما يتعلق بضروريات الحياة اليومية وبالاحتياج اليومي في هذه المناطق ولكن هي مستمرة الدخول للأزمة الحقيقية متعلقة بإمكانية إيصال هذه الشاحنات إلى مناطق محافظة غزة وشمالها والتي تعاني منذ أسابيع حقيقة من نقص في كافة المواد الغذائية وصل الآن الاستخدام إلى بعض المواد الغذائية التي كانت مخصصة للدواب نتيجة لعدم توفر أي من المواد الغذائية سواء كانت معلبات أو مواد طازجة أو خضروات طازجة وبالتالي فقدان مقومات الغذاء بشكل كامل في مناطق شمال غزة ومحافظة غزة مع فقدان أيضا مقومات المياه النظيفة هذا الأمر ينذر بعديد من الكوارث المتعلقة بتلك المناطق في ظل الحديث عن إمكانية إعادة تشغيل المستشفيات في مناطق غزة وشمالها ولكن هناك شح واضح للمستلزمات الطبية ومطالبات بالسماح بإدخال عدد من هذه المستلزمات إلى تلك المناطق بالإضافة أيضا إلى أن مجمع ناصر الطبي يعاني من ذات الإشكالية وهي نقص المستلزمات الطبية حيث أعلن اليوم عن وفاة مسنة تبلغ من العمر 77 عاما في مركز الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر نتيجة لنقص الأكسوجين والذي تأثر بطبيعة الحال لنقص الوقود في تلك المؤسسة شكرك خولة خالد من رفح شكرا جزيلا لك خولة نبقى في ذات الموضوع معي الكاتب والمحلل السياسي لأستاذ أنور رجب من رحم الله أستاذ أنور أهلا بك الآن ماذا تتوقع؟ الكل يمكن أن يقرأ ما الذي يمكن أن يحدث في إطار ما قدمته حماس وما هو منتظر من موافقة قد تأتي من إسرائيل أو تؤجل يعني نساء الخير إلى كخير والإخوة المشاهدين جميعا الحقيقة أنه الآن يتم التداول والنقاشات حول الرد حماس من قبل حكومة إسرائيل ولكن المؤشرات والتصريحات الصادرة لا تنبئ بأن هناك موافقة ستكون كاملة على رد حماس بمعنى أولا نبدأ بالتصريحات الأمريكية حيث صرح الرئيس بايدن بأن هناك مطالب لحماس مبالغ فيها التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين لا ترى بأن المبادرة أو رد حماس يمكن الموافق عليه وتحديدا على سبيل المثال في موضوع عداد الأسرة هذا أحد الملاحظات التي تم الحديث حولها هذه مسألة الآن هناك بعض القضايا بتقديري أن حركة حماس من حيث المبدأ ومن حيث الإطار العام ليس هناك مطالب جوهرية تختلف عن الإطار العام ولكن هي قضايا لها علاقة في مطلب يختلف يا سيد أنور في مطلب مهم يختلف هم يريدوا وقف مؤقت الإسرائيليون طرحوا في المسودة وقف مؤقت لإطلاق النار حماس تريد وقف دائم يعقبه انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ويعقبه أيضا تبادل للأسرة ثم بعد ذلك إعادة الإعمار فهذا في حد ذاته شرط مختلف تماما ما بين الطرفين اسمح لي اسمح لي الآن ما أقصد أن حماس وافقت على مرحلية الصفقة بمعنى أن هناك مراحل تقود إلى وقف إطلاق نار شامل وتطالب حماس بضمانات دولية بأن هذه الصفقة ستقود إلى وقف إطلاق نار شامل وأنسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل ولكن في الإطار أيضا هناك الحديث عن تفاصيل لها علاقة بعداد الأسرة لها علاقة بما سرب من رسائل وصلت إلى حماس من خلال دولة قطر من خلال وسيط القطري على سبيل المثال التلويح بحال استمرار حماس التمسك بموقفها أنه سيتم اشتياح رفح هناك أيضا تسريبات على لسان وسائل إعلامية أن الوسيط القطري قدم بعض الضمانات لحركة حماس أو طالبها بمعنى أن تتراجع عن شرط وقف إطلاق النار النهائي والاستعاد عنه بمصطلح آخر العمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل إذن المسألة الآن في إطار محاولة من يفرض على الآخر دعني أقول هي الآن في هذه الصفقة نحن في مرحلة العرض على الأصابع هذه المسألة لا أعتقد أننا سنسمع رد إيجابي من إسرائيل اليوم ولكن بتقديري أن إسرائيل سترد ردا يمكنها من المناورة ومن إطالة أمد المفاوضات لأنه حتى الآن ما زال من وجهة نظري نتنياهو يراهن على الحل العسكري ومحاولة تحقيق نصر في تحرير بعض الرهائل من خلال العمل العسكري وإن كان هذا ميدانيا قد فشل الآن هناك ضغوطات ستمارس على حماس في الميدان وأنا دعني أشير هنا أن الميدان يفرض على الجميع أن يأخذه بعين الاعتبار في مطالبه وفي مدى التمسك بهذه المطالب لأن الميدان ليس ثابت الوضع فيه مسألة التلويح لحركة حماس باقتحام أو باجتياح بري لرفح رفح لها دلالة خاصة عند حماس بمعنى أن حماس الجهاز الحكومي لحماس ما زال فاعلا في مدينة رفح الرسالة الأخرى التي وجهتها إسرائيل بالأمس وهي كان تطور لافت في إطار ما أشرت له أن استهدافها لسيارة الشرطة وراحة ضحية هذا الاستهداف ستة من عناصر الشرطة وهذه تطور لافت في العمل الميداني ولا ننسى أن حماس إذا قرأنا الشروطة التي تسربت أو المطالب التي تسربت وتحديدا موضوع المفاوضات الغير مباشرة عبر وسيط بشأن ترتيبات لها علاقة بالعملية العسكرية وتحقيق الهدوء هذه المطالب بمجملها تصب في مسألة أساسية وهي ترسيخ واقع كان قائما وهو استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة هذا هو السؤال لو أنا أفترض أستاذ أنور أنه أنتوني بلينكين وهو يلتقي في لقائه مع الرئيس محمود عباس أبو مازن سيقول له نريد عودة السلطة إلى غزة أو يطالب الرئيس أبو مازن بأن يصرح بأنهم جاهزون للعودة السلطة وبقوة إلى غزة في اليوم الثاني من الحرب فاعتقادي كما المتوقع للرد أو ما هي المساحات التي يمكن أن يتحرك فيها الرئيس أبو مازن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية كان موقفهم واضح بهذا الشأن وأن السلطة الوطنية الفلسطينية جاهزة لاستلام قطاع غزة ولكن ضمن شروط ومعايير محددة على رأسها أن تكون هذه العملية في إطار عملية سياسية متكاملة وعملية لها علاقة بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية وعدم تجزئة الحل بمعنى فرض حل معين في قطاع غزة بمعزل عن المسار السياسي الكامل الذي يقود إلى مسار سياسي واضح يؤدي بالنهاية إلى قيام دولة فلسطينية وإنهاء دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال وبالتالي أنا لا أرى أن هناك موقف مختلف للقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن من تسلم غزة إذا كان في الإطار الذي نتحدث عنه تحديدا بعد الموقف يعني الداعم الموقف الغير مسبوق للمملكة العربية السعودية اليوم الذي طرحته عبر بيان وزارة الخارجية ردا على الطروحات الأمور ما تحدث به بعض المسؤولين الأمريكيين شكراك سوز أنور راجب المحلل السياسي من رمالله شكرا جزيلا سوز أنور وبعد بيان الخارجية السعودية بشأن الشعب الفلسطيني وحقوقه قالت الرئاسة الفلسطينية إن الموقف يؤكد الدعم السعودي ليقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وثمنت الرئاسة الفلسطينية جهود السعودية الساعية لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة مؤكدة ثقتها في هذا الدعم في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم وأكانت الخارجية السعودية أكدت أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية مشددة في ذات الوقت على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وأكدت الخارجية السعودية دعوتها للمجتمع الدولي وخصوصا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مشيرة إلى أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم وقف الهجوم الإسرائيلي والانسحاب من غزة كما أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم لاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة نقش هذا الموضوع من القاهرة دكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ المصري دكتور عبد المنعم أهلا بك هل السياقات تبشر بأنه ممكن يحدث ذلك يعني أنه ما تطلبه المملكة العربية السعودية ممكن يرضخ له الإسرائيليون هل الظرف الزمني الأمريكي والعربي يمكن أن يمهد لهذا دكتور عبد المنعم يعني الإجابة على ذلك أننا إزاء عملية دقيقة ليست المرة الأولى التي تحدث فيها ذلك يعني علينا أن نتذكر منذ على الأقل عام 73 بعد حرب أكتوبر كان هناك فك اشتباك أول ثم ثاني ثم حدث فك اشتباك على سوريا ثم بعد ذلك جرت مفاوضات كامب ديفيد ثم بعد كامب ديفيد كان هناك يعني معادة السلام كل هذه المراحل لم تكن سهلة بالمر وكان فيها المصريون والإسرائيليون وكان هناك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وفي نفس الوقت محيط دولي فيه الاتحاد السوفيتي وفيه أوروبا هناك أمور كثيرة وكانت في كل مرة هناك يعني أزمات تحدث وفيه تقدم يحدث طبعا لا أقول أن ذلك هو ما يحدث الآن على أقل بشكل كتام لكن أستطيع أن أقول أننا لدينا حرب موجودة ضاغطة على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل حاد طبعا الحدة كبيرة في الجانب الفلسطيني لكن أيضا الداخل الإسرائيلي موجوع أولا من مفاجئة 7 أكتوبر أن ذلك حدث رغم يقين أن ذلك لن يحدث ثم بعد ذلك أن هناك لاجئين إسرائيليين لأول مرة في هذا الصراع نتيجة تهجير هؤلاء الموجودين في غلاف غزة وهؤلاء الموجودين في شمال إسرائيل هناك عطب في الآلة الاقتصادية الإسرائيلية هناك خسائر عسكرية تجري بشكل يومي هناك الرهائن أو الموجودين لدى أسرى لدى حماس فنحن لدينا على الجانب الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي ضغط الحرب ذاتها ومن ثم هناك ضغوط داخلية لأنه لابد من أن يصل إلى مخرج القضية هنا هو كيف يكون هذا المخرج وكيف يحقق لكل طرف أهدافه الأساسية واضح جدا أنه حل الذي يقوم على وقف فوري للإطلاق النار ثم إقامة دولة فلسطينية هو لا يزال أمرا يعني يوجد على الطاولة ولكن ليس في هذه المرحلة من مراحل الدقيقة الجراحية التي تجري على الجانب الدبلوماسي هولت الأطراف الوسيطة مصر وقطر ومن معهم الولايات المتحدة الأمريكية هي أننا نحقق لكل طرف ما يبدو كما لو كان هدفه الرئيسي بمعنى أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق نور كامل وشامل الآن ونبدأ المفاوضات الدبلوماسية لها لكن من الممكن أن تقبل بفترة ممتدة يعني نحن لا نعود إلى المرة السابقة التي كان فيها فترة قصيرة جدا لم تتجاوز أسبوع لهدنة لكن ممكن أن يكون هناك هدنة ممتدة لحوالي ثلاثة شهور مقابل أن يكون الحصول على كم كبير من الرهائن يمثلون مجموعة من النساء والرجال وكبار السن والأطفال طيب دكتور عبد منعم أنا الحقيقة مهموم شوية في الأسئلة معك في قصة الدولة الفلسطينية يعني فكرة مساق أو مصار وقف إطلاق النار وهدنة وتبادل الأسرة يعني دعه قليلا لإني معك أريد أن أعرف فعلا كيف يمكن أن يتحقق فكرة دولة فلسطينية قابلة للحياة بالشروط الفلسطينية وأيضا الشروط الأمريكية أنها دولة من زوعة السلاح أنه فكرة القدس الشرقية ممكن تؤجل في النقاش أن تكون دولة بلا عاصمة لمدة معينة فأنت أشرت إلى نقطة مهمة أنه الفاصل بين مصار وقف إطلاق النار ومصار البدء في مناقشة دولة فلسطينية قابلة الحياة هيكون كبير فاصل زمني كبير قد يصل إلى كما وجود بالفعل يعني كل الكلام اللي حضرتك قلته يا أستاذ محمود هو يعني على الطاولة وهناك فرق تعمل عليه يعني هي المسألة أنه لا يمكن هنا في أو تجربة المفاوضات في الصراع الإسرائيلي لم تكن جولة واحدة من الحرب ثم جولة واحدة من السلام كانت كلاهما معقدة ويتدخل فيها عناصر كثيرة المسألة التي نحن بصددها الآن هو أن يوجد وقت للتنفس في هذا الإطار لكن قضية الدولة الفلسطينية تكسب كل يوم نصيرا جديدا بمعنى أولا أنه الآن هناك حديث صريح من قبل الولايات المتحدة أنها تؤيد قيام دولة فلسطينية وأنه في تكامل على الأقل الآن في الإطار الفلسطيني وهو الضفة الغربية وغزة وهو الذي قطعته للأسف الشديد حماس إنما الآن هو عودة مرة أخرى إلى تكامل النطاق الجغرافي الفلسطيني واعتراف ذلك من الولايات المتحدة وطبعا الصين وطبعا روسيا والاتحاد الأوروبي القوى الدولية الرئيسية الآن ترى أن ذلك أمرا هاما وإنه ليس مجرد نقطة على الطاولة وإنما هو هدف من أهداف هذه المفاوضات حتى يحدث ذلك نحن نحتاج لأفضل وقت يعني إطار ممكن أنه من الصعب أنك أنت تصل إلى أمور تتعلق بإسرائيل وتتعلق بفلسطين الجديدة أو الدولة الفلسطينية بينما الدم يسيل وبينما الحوسيون يعطلون الملاحة في البحر الأحمر وبينما هناك اشتباكات أمريكية مع أطراف أخرى موجودة سواء في سوريا أو في العراق أو في أماكن أخرى طبعا الجانب العربي دكتور عب منع يعني أسف على المقاطعة لكن على الجانب العربي إذا كان هذا يعني ما يتعلق بإسرائيل وبأمريكا لكن على الجانب العربي أنت بتتكلم على 22 سنة فرق يعني لو عدنا للمبادرة العربية في بيروت سنة 2002 حينما طرحتها المملكة العربية السعودية في القمة العربية في بيروت وقالت أن الحقوق مقابل التطبيع حقوق كاملة مقابل تطبيع كامل مر 22 سنة الزمن اختلف يعني الزمن العرب اختلف القيادات العربية اختلفت الإرادة العربية اختلفت وهنا أسألك يعني هل هذا الزمن بقياداته العربية الموجودة يملائم فكرة فعلا لتحقيق فكرة الضغط العربي في تحقيق دولة فلسطينية قابل الحياة أنا رأيي أن عمره مكان مناسب كما هو الآن لأنه لما حصلت المبادرة العربية في سنة 2002 في قمة بيروت في الحقيقة كانت الانتفاضة الثانية قد حدست وكانت انتفاضة مسلحة فكان الضغط كبير يعني شارون اللي هو انسحب من غزة بعد كده في 2005 في الحقيقة قام باقتحام المقاطعة في 2002-2003 لأنه الانتفاضة كانت مسلحة ومن ثم كانت المواجهة الموضوع عندما يسيل الدم بيبقى صعب أن تصل إلى شيء لكن لا تزال المبادرة السعودية موجودة على الطاولة وموجودة بقوة هذه المرة لأنه إسرائيل يعني على الأقل يوجد في داخلها من يرى أن وجود سلام مع ستة دول عربية والتطبيع مع إسرائيل من قبل السعودية ودول أخرى سوف تأتي بعدها هو أنك أنت بتقول من الممكن أن يكون لدينا بالفعل دولتين واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية يتعايش جنبا إلى جنب لأنه بقى فيه محيط عربي يؤيد هذه الخطوة ما نحن بصدده الآن كثير من التفاصيل التي ذكرتها اللي تتعلق بمدى السلاح ما هو الدولة الفلسطينية الآن مسلحة يعني بمعنى أن ما تقوم بي حماس هو حرب يعني ونرى يعني أن التمن دوت لم يكن الدولة وإنما القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى بشخصها منظمة باقي نقطة أخرى مقلقة يا دكتور عب منعم وهو فكرة الضامن الضامن دايما أمريكي في كل اتفاقات السلام العربية مصرية أردنية غيرها كان الضامن أمريكي وبالتالي أنت في زمن مفصلي يعني من قال أنه بايدن باقي أو إدارته باقية وبالتالي هل التوقيت الأمريكي أو الزمن الأمريكي ملائم لأن تطرح فكرة دولة فلسطينية قابلة للحياة لأنه ممكن يقول بايدن وعود وما يكونش موجود في السلطة في الفترة اللي جاية فمن قال أنه ما يتعهد به الأمريكيون الآن سيلتزم به النظام القادم أو القيادة القادمة لا يوجد أي حاجة يعني نقولها غير أن احنا ندرس يعني درس ترامب في صفقة القدس يعني إذا كنا نريد يعني أعتقد ده جزء حافز من حوافز أنه إحنا زي ما حصل بالزبط مع كلينتون في الحقيقة كلينتون وصل لتفاهمات تحدد مصير القدس وتحدد الدولة الفلسطينية وكله للأسف الشديد الإخوة الفلسطينيين عندهم يعني دايما منذ قرار التقسيم زمن مختلف شوية متأخر عن عملية أنك أنت خد وطالب ابني الدولة الفلسطينية بنفسك للأسف يعني الشديد يعني أنا أتحدث هنا بصراحة لدينا مشكلة الإخوة الفلسطينية دايما متأخرين ومعي حدث السلعان هو حدث قبل كده حدث بعد أيام كلينتون مكان موجود واللي هي كان بديفيد التانية أنه لم تكن هناك يعني دايما أنا أتضرب المثل بمصر خدنا تصريح 28 فبراير في سنة يعني 22 نعم وعملنا بأنه دولة كاملة السيادة وكاملة التحكم في أرضها في عام 1956 بعد الجلاء الكامل للإنجليز فهنا يعني الموضوع دو بيحتاج أنه يعني تصل يعني أولا تتفادى المجزرة الجارية حاليا وأنه نستطيع أن نعيد بناء غزة وأنه نقيم دولة متكاملة جغرافيا وأنه الجانب السعودي متمسك هو هنا ربما من أقوى الأوراق العربية أنه لن يكون هناك تطبيع إلا إذا حدث وقف اطلاق نار كامل ثانيا أنه يكون قد حدث اعتراف بالدولة الفلسطينية فلئثا أن يكون لدينا مصار من الآن حتى تكون الدولة الفلسطينية متكاملة بضمان دولي نذهب إلى مجلس الأمن نصدر منه القرار بذلك يعني فيه إجراءات خانونية وسياسية سوف يتم اعتبارها في هذا الشأن وأعتقد السعودية بتقوم بذلك الدور بمهارة ورشادة شديدة أشكرك دكتور عب منعم سعيد شكرا جزيلا لك دكتور عب منعم إلى صور الآن بلينكينغ مع الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب صور اللقاء في إطار جولته الشرق الأوسطية طبعا الرئيس الإسرائيلي ليس له سلطة يعني هو رئيس شرفي وإنما صاحب السلطة هو رئيس الوزراء هكذا هو النظام السياسي في إسرائيل فهذا مجرد لقاء شرفي أكثر منه لقاء فعلي وإنما اللقاء الفعلي كان ما بين بلينكين وما بين نتنياو نستمر لإضرار بأي مدنيين في أي مكان ناهيك عن الموجودين هنا وأخيرا آمل أن يكون هناك مجال لفرصة لنحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل وملكة العربية السعودية فهذه فرصة تاريخية وأمل أن تكون حقا مسألة تؤخذ على محمل الجد وأنهدا על חייר شكرا لك يجب يجب إشارة مهمة جدا ما يقوله الرئيس الإسرائيلي لبلينكين بأنه يأمل أن تكون هناك مجال أو يكون هناك مجال حقيقي لتطبيع كامل ما بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية طبعا الرئيس الإسرائيلي قد يكون له دور بشكل أو بآخر في إطار التحريك في إطار هذا الأمر ولكن القرار الفعلي بيكون في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي في فكرة التطبيع بشروط سعودية وشروط عربية فيما يتعلق بكامل الحقوق مقابل فكرة التطبيع بهذه الطريقة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية هذا شرط مهم جدا وفي نفس الوقت دولة قابلة للحياة قد يتدخل الأمريكونا بشروطهم فيما يتعلق بأنها دولة سلاح وفقط السلاح يكون في يد الشرطة وفي يد الأمن وفي الأمم المتحدة وليست صفة مراقب كما هي موجودة ورئيس وزير الخارجية الأمريكي نقل بعد لقائه في المملكة العربية السعودية لقائه في مصر قطر نقل للإسرائيليين وجهة النظر العربية وكلها لا تختلف كثيرا عن ما أعلن في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ثم مراحل المسودة التي تم مناقشتها الآن ما بين طرفي الصراع في حماس وإسرائيل مرحلات على ثلاثة مراحل تبادل أسرى مدنيين ثم تبادل محتجزين إسرائيليين لدى حماس نفيد من أفكاركم ومن قيادتكم بالنسبة لنا نعم نحن أيضا نجد أن الرهائن دائما في قلوبنا وفي أذهاننا والآن وصلنا الرق من حماس وقد وضع على الطاولة أمام الجميع والكل يدرسه بشكل مكثف حكومة إسرائيل يعلمون أن هناك كثير من العمل أمامهم لكن نركز بشكل كبير على هذه المسألة ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق صراحة الرهائن قريبا كما أقدر ضرورة حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسائية الزانية فهناك الكثير من الرجال والنساء والأطفال من الأبرياء يعانون نتيجة للأعمال التي قامت بها حماس وقد وقعوا في منتصف ساحة إطلاق النار بين حماس والجيش الإسرائيلي ولابد من إيصال المساعدات لهؤلاء المحتاجين للمساعدات ونقدر الخطوات التي تم اتخاذها وهناك خطوات إضافية يتم التركيز عليها حاليا وأخيرا أتيت من جولة لعدة دول في المنطقة بما فيها السعودية وغيرها مثل مصر وقطر وأعتقد بالفعل أن هناك مستقبل إيجابي قوي ممكن أن يحل في هذه المنطقة وسيكون فيه كل الطموحات التي يمكن تحقيقها وهذا يشمل طموحات الشعب الفلسطيني وأن تكون ضمن إطار سلام وأمن لجميع دول المنطقة شكرا شكرا لكم مقارنة سريعة بين تصريحات أنتوني بلينكين في جولاته الرابعة وبين تصريحاته هذه المرة مختلفة تماما تميل إلى كثيرا من الاعتدال والتوازن لم يكن هناك أي وعيد لكل ما يتحدث عنه في الطرف الآخر بالنسبة لحماس ولم يكن هناك ما كنا نسمعه في الجولات السابقة هذه ملاحظة لفتت نظرنا في هذا الكلام قال أنت التقينا في جولة عربية بمصر السعودية قطر وهو يقول نشعر أننا أمام أجواء تؤهل بشكل كبير لمستقبل إيجابي يحل بمنطقة الشرق الأوسط والكل مستعد لهذا الموضوع وصلنا الرد من حماس ووضعنا الرد على طاولة الإسرائيليين والإسرائيليون يدرسون ربما هذه هي النقطة الأبرز في هذه المسألة بأن رد حماس وصل إلى الإسرائيليين الكرة في ملعب إسرائيل الآن بإما أن توافق أو ترفض وسنحن سننتظر خلال الساعات القليلة القادمة الرد الإسرائيلي ننتقل إلى موضوع آخر وهو ما أكده وزير الدفاع البريطاني على حسابه في منصة X بأن بلاده تواصل القيام بدورها في الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر مشيدا بطاقم السفينة الحربية البريطانية دايموند التي قال إنها أن قدت أرواح الأبرياء من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين أطلقوا ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن تجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وأضافت القيادة الأمريكية أن ثلاثة من الصواريخ استهدفت سفينة نقل البضائع ستارز التي أثناء عبورها خليج عدن مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار بالقرب منها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع أي إصابات وعشرت القيادة إلى أن المدمرة الأمريكية أسقطت أحد الصواريخ فيما سقطت ثلاثة صواريخ أخرى كانت تستهدف السفينة من قربها دون وقوع أي أضرار ترجمة نانسي قنقر إذن هناك علاقة ترضية بشكل أو بآخر بين مصار السلام الذي يقول البعض أنه دفن بمجرد هذه الأعمال العسكرية في البحر الأحمر وليس هناك وسيلة لإحيائه مرة أخرى إذن يبدو أن عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع اليمني لا تمضي قدما في الأونة الأخيرة صحيفة نيويورك تايبز قالت أن الحوثيين والحكومة الشرعية كانوا على وشك توقيع اتفاق السلام لكنه تلاشى مع اندلاع الحرب في غزة وشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر ردت واشنطن ولندن بغارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين تلاها قرار أمريكي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية غير أن هذا القرار في منظور الصحيفة بنيورك تايمز أفسد آمال العديد من الدبلوماسيين بشأن اتفاق السلام والذي بدى وشيكا طوال معظم العام الماضي نجم عن التصعيد في البحر الأحمر توقف المباحثات تعليق مباشر الاتفاق الذي كان من المتوقع الإعلان عنه في الأشهر الأخيرة وتتبع إدارة بايدن الآن استراتيجية متعددة الجوانب لاستعادة السيطرة على البحر الأحمر في أسرع وقت ممكن عبر استخدام غارات جوية لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن وتكثيف الجهود لاعتراض الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين مع ذلك بالنسبة للحكومة الشرعية التي أمضت سنوات في محاربة الحوثيين فإن التركيز العالمي المفاجئ على اليمن يمثل فرصة لهذا دعا رئيس مجلس القيادة الرئاس اليمني الدكتور رشاد العليم مؤخرا دعا إلى دعم دولي لهجوم بري جديد ضد الحوثيين في الأراضي المطلة على البحر الأحمر ورأى الدكتور العليم أن الحل هو القضاء على القدرات العسكرية للحوثيين من خلال تحرير المناطق المطلة على البحر الأحمر من سيطرة الحوثيين هنا قالت الصحيفة إن واشنطن لا تفكر في تسليح أو تمويل الحكومة الشرعية حتى لا تؤجج الصراع العسكري داخل اليمن مفضلة الدفع بالجهود السياسية لحل هذه الأزمة اليمنية موضوع مهم يناقش في إطاره في إطار المكاسب وأيضا الخسائر اليوتي يمكن أن تكون قد نجمت عن عسكرة البحر الأحمر بهذه الطريقة ونقش الموضوع مع الأستاذ براء الشبان عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني السابق الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن أهلا بي أي مصار كان أفضل أي الخير أن يتم توقيع السلام مع الميليشيات الحوثية أو أن يقدم الأمريكيون والبريطانيون ومعهم الأوروبيون على عسكرة البحر الأحمر وهذه الضربة في حقيقة الأمر يعتمد على ما هي صيغة السلام ما هو السلام الذي كان يمكن أن يتم خلال المرحلة الماضية وما هي الظروف المتاحة بالإمكان إعطاء الحوثيين مزيد من التنازلات إعطاهم مزيد من التمكين على الأرض وهذا عمليا إذا المقصود فقط السلام هو فقط توقف القتال يعني يجعل الحوثيين يتوقف على الأقل في المدى القريب من شأن أي هجمات سواء على الإقليم أو قد تهدد المجتمع الدولي ولكن إذا كنا نتحدث عن عملية سلام طويلة الأمد تحقق أحلام وطموحات الليمنيين هي كانت بعيدة منذ البداية في الأخير هذه ميليشيات منفلتة تثبت كل يوم أن لديها الطبيعة منفلتة مستعدة الدخول في اشتباك مع المجتمع الدولي ومتجاهلة مصالح اليمنيين لكن دكتور برا لكن انظر إلى المعادلة يعني المعادلة خطيرة شوية من قبل الأمريكيين والأوروبيين تحتاج تركيز يمني بمعنى أنت تضرب الحوثيين ولا تدعم الشرعية ومهما طال الصراع في البحر الأحمر سيتوقف وسيعود الحوثيون مرة أخرى إلى قوتهم بالنسبة للشرعية وبالنسبة للداخل اليمني فلو أنك ضربت الميليشيات وسلحت الجيش أن تعود مرة أخرى للمناطق لا تسيطر عليها الميليشيات ربما كنت تحل الملف اليمني لكن الأوروبيون والأمريكيون يحلون مشكلتهم هم وليس مشكلة اليمن بأنهم يريدوا تأمين الممر المائي في البحر الأحمر حتى لا تتأثر تجارتهم هم وليس اليمن نعم الإشكالية الكبيرة هي أن المجتمع الدولي منذ فترة طويلة يحاول أن يتخذ سياسة إنعزالية فيما يتعلق بالشرق الأوسط وتفاجأ أن هذه الإنعزالية قد يدفع ثمنها كبيرا عندما تقوم الميليشيات وخصوصا الميليشيات التابعة لإيران التي توضح كل يوم أن لديها استعداد في أن تشتبك مع المصالح الدولية أينما كانت النقطة الثانية هي اعتماد سياسية أنك يمكن أن تصل إلى مقاربة تعيد تأهيل بعض هذه الميليشيات أو تعيد التطبيع معها على أساس نوع من أنواع التفاهمات حاولت أن تعمل ذلك في لبنان حاولت أن تقوم بذلك في العراق كل مرة تثبت الميليشيات هذه أنها لا تستطيع أن تصل إلى صيغة التفاهم حقيقية تضع مصالح سواء الشعب اليمني أو الشعب العراقي والشعب اللبناني في المقام الأول ولذلك نرى سياسة غربية من ناحية أقل ما يقال عنها أنها متخبطة ليس لديها أولويات واضحة النقطة الثانية إنعزالية لكنها لا تستطيع أن تنعزل بشكل كامل الآن فيما يتعلق بجماعة الحوثيين جماعة الحوثيين تريد أن يكون لديها ورقة ضغط على المجتمع الدولي ليس فقط متعلقة بحرب غزة بل على المدى الطويل يجب أن يكون لديها قدرة ابتزاز دولية والآن لديها هذه الفرصة لأنها أثبتت أنها ستستخدم ورقة البحر الأحمر وقضية تهديد التجارة الدولية على المدى الطويل والسؤال هو يعود الآن على المدى الطويل أو أنهم يتعاملوا مع دولة تحترم المبادئ الأساسية لقانون الدولي وتتعامل ضمن المفاهيم الدولية فيما يتعلق باحترام التجارة الدولية والممرات المائية نعم سيد براء شبن شكرا جزيلا لك قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في مقابلة خاصة مع الحدث إن الموقف الوطني الموحد للقوة السياسية تجاه رفض لا تداءات الأمريكية الأخيرة هدفه وضع آلية من شأنها إنهاء وجود بعثة أو قوات التحالف الدولي من خلال الحوار والتفاهم البيان هو أكد على الموقف الوطني للقوة السياسية تجاه الآلية التي من شأنها إنهاء تواجد بعثة التحالف الدولي أو قوة التحالف الدولي من خلال الحوار والتفاهم وأن الحكومة هي المخولة والمفوضة في إجراء هذا الحوار البيانات التي صدرت من البيت الأبيض ومن البنتاجون ووزارة الخارجية فيها كثير من التناقض والتراجع الحكومة الحكومة قامت بإجراءات وأجهضت الكثير من المحاولات لضرب هذه القواعد والقينا القبض على بعض المتسببين إذن القضية هي ليست قضية مجرد موقف رسمي معلن ببيان وإنما التزمنا بتنفيذ واجباتنا ومسؤولياتنا في إنفاذ القانون الحكومة مستعدة لاستلام أي معلومات لدى الجانب الأمريكي حول المتسببين بهذه الضربة لدينا القدرة والإمكانية والقرار في ملاحقة المتسببين بهذه العملية كما اعتبر السوداني في مقابلة خاصة مع الحدث أن أي اعتداءات أو استهدافات أخرى من قبل القوات التحالف الدولي سيعيد الكرة إلى المربع الأول يفترض منه الآن الكرة في منعب التحالف الدولي أي استهدافات أخرى أي اعتداءات أخرى سوف يعيد الكرة إلى المربع الأول الآن وصلنا بجهد سياسي داخلي وخارجي إيقاف هذه الاعتداءات وبالفعل وقفت هذه الاعتداءات كما مؤشر لدينا في المواقف الأمنية الآن على التحالف الدولي أن يستمر في تفعيل اللجان المشتركة اللجان الثلاثة وفق المجامية من ما أن ينضم إلينا المحل السياسي والأمني العراقي الأستاذ رعد هاشم أستاذ رعد أهلا بك لفت نظري ما قاله السيد محمد شاع السوداني بأنه هناك تناقض في بيانات البيت الأبيض وأيضا تصريحاته ووزارة الخارجية والبنتاجون وبالتالي وكأنه يلمح إلى شيء ما أستاذ رعد لو أنت تتفق مع السؤال تحية طيبة لك سيد محمد المتابعين الكرام بالتأكيد له وجهة نظر معينة قد يجوز باتجاه التضارب الذي حصل في موضوع الإبلاغ على الضربة ومفردة أخرى التنسيق قبل الضربة هناك تصريحات اعتذر عنها كيربين متحدث الأمريكي وربما بيانات أخرى يقصد بها يعني الديباجة أو الصياغة التي صدرت من قبل الأمريكان يعني سواء على البنتاجون أو البيت الأبيض في موضوع استهداف هذه الفصائل وتضارب حول كونها حشدية أو ولائية ربما أقول هذا الشيء لا أريد أن أقوله لكن يعني عموما هي ليست بتناقضات يعني وأسقاطات يعني تستحق أنه ترمى عليها التهمة بقدر ما التوضيح والتبصر بالمواقف بعيدا عن الإعلام بعيدا عن البيانات كل من يعني الذي يثبت هذه المواقف هو اللقاءات اللقاءات المباشرة والجانبية وإلا نكون يعني صحفيين وإعلاميين نقيم حسب البيانات نعم اللقاءات الرسمية الداخلية خلف الكواليس أمام الكواليس أو أمام الواجهات الإعلامية والسياسية هي التي تبين المواقف الحقيقية وهو الرجل قال أنه التواصل مقطوع معهم مع الأمريكان دلالة على أنه هذا استقراء حسب البيانات والإعلام نعم ويعني رجل الدولة حينما يبني موقف يبني على المواجهات واللقاءات المباشرة حتى مع الجانب الرسمي يعني كأن يكون سفارة ولا مبعوثين يعني تصور يعني بلينكين يتجول في جميع المناطق وبلده مهدد بالمخاطر ولا يزور العراق الذي هو يفترض عامل أساسي في موضوع ما الذي وصلك حينما يقول السيد محمد شاعي السوداني لا نريد فرض جدول زمني لمغادرة التحالف والكرة في ملعب التحالف يعني حينما يريد أن يخرج يخرج السنة السنة القادمة بعد خمسة أعوام هل تفهم بهذه الطريقة لا أعتقد تفهم بهذه الطريقة عفوا أستاذ محمود لأن هناك ضغط يعني من الكتل السياسية هناك ضغط من الإطار هناك ضغط حتى من إيران واضح هذا الشيء ومعلوم لسنا نأتي بشيء جديد باتجاه إخراجهم لذلك يعني موضوع أنه يخيرهم أو لا يخيرهم هو الأمر يبدو لا يحتاج إلى أن نفهم بالندية هذه المتعارف عليها ليست هناك ندية ما بين العراق والولايات المتحدة وإن كانت على الورق على الاتفاقات اتفاق الإطار المشترك على المباحثات التي جرت في واشنطن هي فهمت وكأنه ندية لكن بالتقدير نحسبها بالعوامل التوازن الإقليمي والدول هي ليست بين ندية لكن لنسائر ونكون ندية طبعا بيدهم الأمر أنه إذا يريدوا أن يرحلوا أو لا ثم عن أي رحيل نتحدث أو أي انسحاب اختياري نتحدث والقصف ما زال مستمرا عليهم والقصف ما زال مستمرا من الأرض التي يتواجدون عليها باتجاه مناطق أخرى يعني كأن يكون مناطق في إسرائيل ومناطق في الإقليم هذه عوامل الشد والضغط أرجو أنه لا يعولون عليها كثيرا هذه عوامل الضغط الإيراني لا يعولون عليها كثيرا عوامل أو عامل ضعف يتصورون ضعف بايدن وإدارته أيضا لا يعولون عليها لأن أمريكا دولة مؤسسات نعم هذه المسائل التجربة الأفغانية هم لا يعولون عليها لأنه بعيدة بعيدة كل البعد نعم عن النموذج العراقي فلا حل إلا بالتفاوض والجلوس يعني أمام وجه لوجه بعيدا عن تشنجات وعندتهت هذه الضربة رعد دعنا ننتظر ما يحدث الوقت انتهى للأسف سيد رعد هاشم شكرا جزيلا لك أعود وألتقي بكم بعد ساعة من الآن لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة